نتهم أننا نؤله إنسان طبعاً لو نؤله إنسان هذا التجديف لكن نحن لا نؤله الإنسان فكيف الرد يعني على هذا الموضوع نحن نازم نؤمن بكلمة الله الكتاب المقدس في العهد القديم لكن بتقول أنه محرف الكتاب المقدس في العهد القديم والعهد الجديد بالتورا والإنجيل ذكر صفات المسيح وأشار إلى المسيح كالرب المتجسد فأول شيء لازم نقبل الوحي ماذا قال الوحي؟ ثم صفات المسيح لا يمكننا أن نصفي المسيح كواحد من الأنبياء لأنه في ميزة ميزات ولادة من عذراء خلق حافظ عارف الخفيات صلب بالجسد وقام يعني أقام الموتة يعني لم يعصر عليه شيء مثلا نادى الميت في استجاب له انتهر الريح العاصفة قاطب البحر على الفور سكت البحر انتهر الأرواح الشريلة في خضعة سلطانه دعا على شجرة التين يبسط في الحال كشف للسامرية ماضيها الخفي لم يقل يوم باسم الله قم أيها الميت فلازم الأخ غير المسيحي كلهم نحترمهم إخواننا المسلمين نحترمهم تماما ونحبهم ونصلي من أجلهم أيضا لازم يوقف عند النقاط هاي ويتفكر ويتساءل يا خي اطلع الإنجيل أنا عندي قرآن لا وطبعا يعني باختصار نحن لا نؤله إنسان لأن هذا تجريف لكن الله اللي اختار أن يعلن عن ذاته مثل ما ذكرت أبدأ أصدق كلمة الله هو كلمة الله وأنه الله جاء في ملء الزمان ولد من العذراء مريم ولد في بيت لحم في الجسد لكن طبعا كل الدلاء اللي اتكلمت من غفران خطايا إقامة الموتى من أقواله من أعماله من علمه كله بتدل على لهوته أيضا